دخلت الهدن على الساحة السورية كحدث فرض نفسه بحكم التطورات السياسية والعسكرية ولعل أبرزها في العام 2015 كانت هدنة الزبداني في ريف دمشق فبعد فشل قوات النظام وميليشيا حزب الله في السيطرة على المدينة إثر مواجهات استمرت لأشهر دخلت إيران بمفاوضات مع ثوار الزبداني اشترطت في بدايتها حدوث تبادل سكاني بين أهالي المدينة مع بلدتي كفريا والفوع الشيئتين في ريف إدلب بيد أن يقضت الثوار آنذاك للخطة الإيرانية الرامية إلى أفراغ المناطق السنية من أهلها دفعهم لرفض الهدنة ليتم فيما بعد إبرام اتفاق آخر أفضى في نهاية المطاف إلى خروج عشرات جرحة من الزبداني إلى لبنان كمحطة أولى قبل نقلهم إلى تركيا حيث استقبل ثوار الزبداني استقبال الأبطال من اللبنانيين المتضامنين مع الثورة في حين خرج ثلاثمائة وأربعون مدنيا من البلدتين الشيئتين إلى تركيا لينقلوا إلى سوريا وفق الاتفاق المبرم لبنان هو الآخر كان على موعد مع نهاية سعيدة لما لف أسرى الستة عشر لدى جبهة النصرى بعد اتفاق في مطلع كانون الأول أدى إلى إعادة الأسرى مقابل الإفراج عن ثلاثة عشر معتقلا ومعتقلة من السجون اللبنانية هو من حي الوعر في مدينة حمص وتحديدا في التاسع من كانون الأول نحو ثلاثمائة من الثوار مع عائلاتهم يتوجهون إلى محافظة إدلب تنفيذا لاتفاق مع النظام بإشراف الأمم المتحدة يغادر بموجبه الرافضون لمهادنة النظام مقابل قيام الأخير بوقف القصف وفتح المعابر الإنسانية لينتهي بذلك حصار مطبق على الحي استمر لعدة أشهر وإلى إدلب أيضا انتقل في الثلاثين من تشرين الأول مائة وخمسة وثلاثون مقاتلا من قدسية في ريف دمشق مع عائلاتهم على أن يقوم النظام بفك حصار عن المدينة ومنع دخول عناصره إليها بينما يتعهد أهالي قدسية بإيكال مهمة حفظ الأمن إلى لجان محلية تكون وحدها مخولة بحمل السلاح ونصب الحواجز ومن ريف دمشق إلى أحيائها كانت صفقة الحجر الأسود بين النظام من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى حيث علق الاتفاق في اللحظات الأخيرة بعد أن كان سيفضي إلى مغادرة مقاتلي التنظيم إلى مدينة الرقة باعتبارها عاصمة لهم وإلى اليوم لم تعرف أسباب تعليق الاتفاق المواقف تجاه الهدى تراوحت بين رافض لها ومبرر باعتبارها نتيجة لعجل السياسات الدولية عن وضع إطار للحل في سوريا مع الإشارة إلى أن الهدى جلبت بعض المطالب المحقة للمناطق المحاصرة كإخراج معتقلين وإعادة ترميم الحياة إنسانيا وسياسيا سوى ذلك يبقى استعصاء الحسم العسكري عاملا مؤثرا في جميع الصفقات لكن ثمت من يراها من زاوية أخرى فرصة لنظام الأسد لسحب قواته إلى جبهات استراتيجية مهمة الأمر الذي ينطبق على حالة الثوار أيضا وبرغم أن الهدن فرضت نفسها كبدين للاستصاء العسكري إلا أنها تعتبر وفق مراقبين دلالة على ضعف النظام أحيانا وغيابه أحيانا أخرى وكذا دلالة على أن الثوار باتوا طرفا فاعلا يحظى باعتراف إقليمي لا بل دولي أيضا إن كانت الهدن تصب في صالحه أم في صالح أعدائه ترجمة نانسي قنقر